بين احتمال أن يعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وتنفيذ الوعد الذي قطعه خلال حملاته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس تتأرجح عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقد رجح مسؤول أمريكي كبير ومصدران حكومياً أن يعترف ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في خطاب مرتقب له الأربعاء المقبل في خطوة قد تغير السياسة الأمريكية القائمة منذ عقود المصادر ذاتها ذكرت أن موقف ترامب إزاء القدس ونقل السفارة قراران لم يحسما بعد وقد يتغيران في أي وقت وفيما يتسأل البعض إن كان الاعتراف العلن لترامب القدس سيأتي في إطار إجراء الرئاسي رسمي أو كتعبير الرمزي يعتبر محللون أن هذه الخطوة ستعرقل جهود الإدارة الأمريكية التي يقودها مستشار ترامب جاريد كوشنر لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ فترة طويلة في هذا الصياق يعتزم كوشنر توضيح موقف إدارة ترامب من محادثات السلام ورؤيتها لحل الصراع خلال كلمة له ضمن فعاليات الحوار السنوي الأمريكي الإسرائيلي الذي ينظمه معهد بروكينغز في واشنطن في ظل هذه التوقعات حذرت السلطة الفلسطينية من خطورة إقدام واشنطن على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باعتبارها خطوة تحرم الفلسطينيين من حقهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد يدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار وبانتظار قرار واشنطن بشأن القدس وما سيترتب عليه يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام تحديات كبيرة فإلى جانب انشغالهم بالتحولات الدولية والإقليمية المتعلقة بمحادثات السلام وتدعياتها يبحث قادة حركتي فتح حماس عن سبيل يمكنهم من التوافق لإنجاز المصالحة الوطنية وتقديم كافة التنازلات الممكنة